موسيقى اخترت اليوم التجول في شوارع وأحياء رياد جنيرو للتعرف على المنطقة المقابلة لمنطقة كوباكابانا الصاخبة أشعر وكأني في حي أوروبي من القرن الثامن عشر بتاريخه وفنون شوارعه كسلالم إسكادرية سيلارون التي تصل لابا بسانتا تيريزا بـ 215 درجة أو 125 مترا من السلالم مغطا بملاضي ألوان وأحجام وأشكال مختلفة تبقى لتصميم الفنان تشيلي خورخي سيلارون ويمتد هذا السلم حتى ينتهي عند دير سانتا تيريزا في قلب المنطقة الجبلية مرحبا كارلوس كيف حالك؟ أهلا بك لي كارلوس ماذا يجسد هذا ترامب بالنسبة لك؟ يجسد تراموي هذا تاريخ حينا هنا في سانتا تيريزا فهو قطار الأحياء الذي يعرفك بريو دي جانيرو القديمة وكذلك الأحياء الشعبية أو الفافيلا نعم الفافيلا كذلك هو جزء من تراثنا في هذه المدينة على فكرة يمكن الوصول إلى هنا بدون جهد وذلك بركوب التراموي أو بونجينيو الذي يقطع حي سانتا تيريزا والصبر مطلوب هنا فسكان ندينة ريو دي جانيرو مصطفون على أبواب الترام حتى يمكنهم الصعود إلى التل والنزول منه لحسن الحظ جئت إلى هنا صباحا لتفادي درجات الحرارة المرتفعة أنهي نهاري تحت زخات المطر البرازيلية الاستوائية معظم سكان سانتا تيريزا الآن هم من الفنانين الذين يريدون تحويل هذا المكان إلى حيا لهم وقد تم تحويل معظم المباني إلى ورش أو أتليي للمهندسين المعماريين والمصممين والرسامين والنحاتين لايث بزاري العربية ريو دي جانيرو البرازيل ترجمة نانسي قنقر